الشريعة جعلت زكاة الفطر جبرا لخلل الصيام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي داودة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث تماما يشبهونها بالسنن الرواتب في الصلاة تجبر خلل الفريضة وهذا كله من رحمة الله بعباده لأنه يعلم أن عباده لا يطيقون أداء العبادة على الوجه الذي يستحقه سبحانه وتعالى فقد يحصل بعض الخلل بعض الكلام بعض الخدش للصيام فتأتي هذه الزكاة تجبر الخلل كل الخلل تجبر الخلل حسن الظن بالله كلما صدقت النية وكلما رافق إخراج الزكاة التوبة كلما كان ذلك متابا حقيقيا ومحوا لكل ذنب وإثم عظيم متى تخرج زكاة الفطر؟ هذه الزكاة هي في الحقيقة وقت وجوبها أي سبب وجوبها أن يدرك الإنسان مغرب آخر يوم من رمضان يعني المغرب ده أول ما يدن المغرب فآخر يوم من رمضان يبقى كده بدأت ليلة العيد بدأت ليلة العيد لأن كل يوم تبدأ ليلته قبله فلما ينتهي آخر يوم من رمضان ويؤذن المغرب هذا سبب وجوب زكاة الفطر ولذلك من مات قبل هذا اليوم من مات قبل أذان المغرب فليس عليه زكاة والجنين إذا خرج من بطن أمه قبل أذان المغرب فيجب أن يؤدى عنه زكاة الفطر فإذا خرج من بطن أمه بعد أذان المغرب يعني في ليلة العيد فلا تجب عليه الزكاة الجنين في بطن أمه مش مفروض عليه زكاة الفطر هو في بطن أمه هو في بطن أمه لكن لو خرج لأ بعد يعني لو أن المغرب أذن وهو ما زال جنينا في بطن أمه يبقى فيش زكاة عليه لكن لو ولد قبل أذان المغرب يبقى الحد الفاصل في وقت وجوبها اللي هو أذان المغرب اللي هي أول ليلة العيد أو آخر غروب الشمس من رمضان شكرا للمشاهدة